170 ألف عنوان ضمها معرض كربلاء الدولي للكتاب بنسخته الحادية عشرة عرضتها أكثر من 150 دار نشر ووكالة وشركة طباعية من ثمانية دول عربية وإسلامية وأوروبية إضافة إلى العراق وشملت مجالات معرفية متنوعة بينها كتب خاصة بالأطفال والبرمجيات مشاركة 117 دار نشر عربية وإجنبية وعالمية و35 وكالة أيضا شاركت معنا إضافة إلى أربع شركات طباعية وبعض المؤسسات التي تهتم بالشأن الموسوعي الإلكتروني وصل عدد العناوين إلى أكثر من 170 ألف عنوان داخل هذا المعرض وآلاف الطرود وصلت إلى مخازن المعرض المعرض الذي أقيم على مقربة من ضريح الإمام الحسين ضم مطبوعات من أدة دول بينها مصر والإمارات ولبنان وسوريا وإيران والأردن وفلسطين وبريطانيا إلى جانب دور نشر عراقية ورغم غلبة الكتاب الديني إلا أن المعرض ضم مؤلفات علمية وفلسفية وتاريخية وأكاديمية وغيرها هناك أكثر من 25 أو 30 دار نشر لبنانية اشتركت في هذا المعرض الموقر والكبير مجموعة كتب طيبة في كتب سياسية كتب تراجم وشخصيات كتب إسلامية كتب عن الماسونية العالمية وفي العالم العربي عندنا كتب عن المرأة وتربية الطفل عندنا كتب فلسفية والفلاسفة الآن دخلت بدارين نشر سوريا هي دار القلم المعروفة ودار المعرفة التي اختصاصها بالمصاحب القرآن الكريم ديوان الوقف السني حرص على الحضور كما في السنوات الماضية ليعطي رسالة وطنية مفادها أن العراقيين متوحدون رغم كل المؤامرات والفتن التي يراد تأجيجها في البلد ورغم قلة الإقبال النسبي على المعرض بسبب تزامنه مع الامتحانات النهائية إلا أن المواطنين أشادوا بهكذا تظاهرات ثقافية ومعرفية المعرض يعد ظاهرة حضارية ثقافية ونحن بحاجة حقيقة إلى مثل هذه المعارض فيه كثير من الكتب ومتنوعة ومختلف المجالات وهناك أيضا كتب تخص الفئة الأطفال بها ألعاب فكرية بها فئات كثيرة بها معلومات كثيرة تستفد منها الطفل وأيضا تستفد منها المرأة بصورة عامة وتستمر فعاليات المعرض على مدى 15 يوما مشاركة واسعة شهدها معرض كربلاء الدولي للكتاب بنسخته الحادية عشر من تسعة دول وفي مجالات معرفية وثقافية وسياسية ودينية مختلفة من محافظة كربلاء راج نصير الحرة